اشتركوا في القناة التي تستخدم لإعداد الأطباق المختلفة حول العالم بفوائد غذائية عظيمة حيث يحتوي على مركب يعرف باسم الأليسين وهو يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ويعتبر الثوم من أفضل الأطعمة الصحية للإنسان حيث يعرف بقدرته على خفض الكوليسترول الضار في الجسم كما يعتبر من المكونات الطبيعية التي تعزز صحة الجهاز المناعي عند تناوله بانتظام كما يعمل على محاربة الإنفالوانزا ونزلات البرد المنتشرة ورغم فوائده المذهلة إلا أن هناك ست حالات يكون فيها تناول الثوم أمرا خطيرا وضارا بالصحة وهي كالتالي كما جاء في موقع بولد سكاي المعني بالصحة أولا تناول الأدوية المضادة لتجلط الدم يتميز الثوم بخصائصه الطبيعية المضادة لتجلط الدم حيث يعتبر من أفضل طرق العلاج للمشكلات المتعلقة بالدورة الدموية ولكن في حال استخدام الأدوية المضادة للتجلط يجب التوقف تماما عن تناول الثوم لأنه قد يسبب حالة من النزيف الحاد للمريض فيجب أن ننتبه ثانيا اتباع وصفات طبية إذا كنت من بين الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية التي تستوجب تناول أدوية معينة بانتظام فعليك بالامتناع عن تناول الثوم حتى تستشير طبيبك المعالج أو اختصاص تغذية علاجية فربما يكون عدم تناوله ضرورة طبية ثالثا مشاكل الكبد قد يتسبب تناول الثوم في إبطال أو تقليل فعالية بعض الأدوية الخاصة بالكبد لذا ينصح من يعانون من مشاكل الكبد بعدم تناول الثوم رابعا حساسية المعدة يعرف الثوم بأنه من الأطعم الثقيلة على الجهاز الهضمي فإذا كنت تعاني من تهيج المعدة أو تقرحات في المعدة فمن الأفضل عدم تناول الأطعم التي تحتوي على الثوم وتعتبر هذه الحالة من أهم الحالات التي يجب توخي الحذر فيها خمسا الحمل يمكن تناول الثوم بطريقة معتدلة أثناء الحمل لأنه مفيد لصحة الأم والجنين لكن لا ينصح أبدا باستخدامه كنوعا من أنواع العلاج الطبيعي لما قد يسببه من مشكلات صحية سادسا ضغط الدم المنقفض إذا كنت من أصحاب ضغط الدم الطبيعي أو ممن يميل ضغط الدم لديهم إلى الإنخفاض فعليك بتجنب تناول الثوم لأنه قد يسبب لك بعض المضاعفات الصحية كالانخفاض الشديد في ضغط الدم ومن المهم أن نذكر أنه على الرغم من كل الفوائد الصحية للثوم يؤكد المختصون في مجال الصحة والتغذية على أهمية الاعتدال في تناول الأغذية بكافة أنواعها إذ أن الزيادة في تناول مكون ما قد تؤدي إلى نتائج عكسية ضر للجسم وهذا ينطبق على جميع المكونات الغذائية ومن ضمنها الثوم التي يجب أن لا نتناولها بكميات كبيرة ولكن ماذا نعني بكميات كبيرة من الثوم؟ حتى الآن لم يحدد للثوم كمية الحد الأعلى من الاستهلاك إلا أن ذلك لا يعني أنه بإمكانك تناول ما تشاء من الثوم وبقدر ما تريد من دون الإصابة بأي أعراض جانبية بعض الدراسات أوصت بكمية معينة من الثوم ويمكن اعتماد فص أو فصين من الثوم خلال اليوم الواحد إذ أن الإصراف في تناول الثوم يؤدي إلى تلبكات ومشاكل هضمية تناول الثوم بكميات عالية قد يسبب الغثيان والنفخ والغازات وحرقة المعذة وغيرها من مشاكل الهضم ولكن تناوله مع أغذية أخرى قد يقلل من هذه الآثار الجانبية وكما ذكرنا زيادة خطر النزيف حيث يحتوي الثوم على خصائص مضادة للتخثر وبالتالي فهو يساهم في تخفيض خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية ولكن تناوله بكميات عالية قد يزيد من ميوعة الدم وبالتالي قد يرفع من خطر الإصابة بالنزيف وخاصة في الحالات التي يتم فيها تناول مميعات الدم مثل الأسبرين كما وينصح بتجنب تناول الثوم قبل إجراء أي عملية جراحية بفترة لا تقل عن أسبوع وقد لا تقتصر أضرار الثوم وتناوله بكميات عالية على ما سبق ذكره فقد تكون احتمالية تعرضك للآثار التالية واردة ومنها رائحة الفم الكريهة ورائحة كريهة للجسم والتعرق وهبوط سكر الدم كما تعرض بعض الأشخاص إلى حروق كيميائية في الفم وتورمات دموية في الكلا أو حساسية مهددة للحياة لدى تناولهم لكميات كبيرة من الثوم وهذه الأعراض التي قد تكون خطيرة في بعض الحالات تستوجب منك الاعتدال سواء في تناول الثوم أو غيره من المواد الغذائية واستشارة الطبيب دائما لمعرفة ما يناسبك ودعونا ندعوكم للانتقال الآن إلى صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو حيث سنضع لكم رابط مهم عن كيفية تناول الثوم بالطرق العلمية الموثوقة يتحدث في هذا الفيديو استشار التغذية العلاجية الدكتور مازن السقا ندعوكم لمتابعة الفيديو ففيه كمية رائعة ووفيرة من المعلومات الدقيقة والعلمية شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء وهذه تحيات محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر مستشفة اشتركوا في القناة